كل الأبواب تقريبا مصادة أمام مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب وعائلاتهم وأطفالهم كيف ستحتوي الدول الغربية مواطنها هؤلاء؟ وهل صار نزع الجنسية سلاحا مشهرا في وجوههم؟ أهلا بكم مشاهدين يشكل ملف المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية عبئا ليس فقط على الأكراد الذين يحتجزونهم حاليا في سوريا لكن أيضا على بلدان المصدر وخاصة الأوروبية منها وعلى الرغم من الدعوات الكردية ومن قبل الولايات المتحدة تتردد غالبية الدول الغربية خصوصا الأوروبية منها في استعادة مواطنيها من سوريا رئيس ترامب كان قد طالب هذه الدول مؤخرا باستعادة ثمانمائة مقاتل معتقل في سوريا لكن ترامب نفسه رفض في نفس الوقت عودة شابة أمريكية من سوريا بينما يستعر الجدل هنا في بريطانيا بعد تجريد فتاة بريطانية سافرت إلى سوريا من جنسيتها دول الاتحاد الأوروبي مقاسمة بشان عودة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية مقاتلون يقدر عددهم بحوالي ثمانمائة بالإضافة إلى سبعمائة امرأة وألف وخمسمائة طفل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا هذا الأسبوع استبعدوا سياسة مشتركة في هذا المجال وتركوا مسألة الحسم بكل دولة فرنسا التي لديها مائة وخمسون من رعاياها بينهم خمسون مقاتلا جددت موقفها وهو تعامل حالة بحالة مع هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم حسب ظروفهم الخاصة ولكنها أيضا لم تستبعد استقبالهما أما ألمانيا فأكدت التزامها القانون الأساسي الذي يسمح لكل مواطن ألماني بالعودة إلى بلاده بمن فيهم مقاتل التنظيم لكن وزير الخارجية الألماني استبعد عودة سريعة ما لم يتم تقديم كل الضمنات لمحاكمة عاجلة لهؤلاء أما النمسا المجاورة فهي تتحدث عن صعوبات في التطبيق حتى يتم تأمين عودة رعاياها من مقاتلي تنظيم الدولة بالنسبة للسويد التي يقاتل مائة من رعاياها في صفوف التنظيم فرفضت استقبال رعاياها خاصة وأن القانون السويدي الذي يجرم الانضمام لتنظيم إرهابي لم تتم المصادقة عليه سوى في عام 2016 ما يعني أن كل من غادر قبل هذا التاريخ لن يخضع للمساءلة إن عاد إلى البلاد أما بريطانيا فترفض ضغوط ترامب لاستعادة رعاياها وتعتبر أنه يجب محاكمة هاولا في المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم بحسب تعبير رئيسة الحكومة البريطانية وجردت لندن مواطنتها شميمة بيغام من جنسيتها البريطانية ما أثار جدلا واسعا داخل بريطانيا بحرقة وألم تقرأ شميمة بيغام صاحبة 19 عاما رسالة من الداخلية البريطانية رسالة جردتها من جنسيتها البريطانية التي حملتها منذ نشأتها أظن أن هذا القرار غير منصف في حقي وفي حق ابني زوجي من هولندا ولديه عائلة هناك ربما يمكنني أن أطلب الجنسية الهولندية وإذا تم إداع زوجي في سجن هولندي فسأنتظر حتى يخرج منه عروس داعش كما تلقب في بريطانيا والتي تنحدر من أصول مغالية التحقت بتنظيم الدولة في سوريا عام 2015 وعمرها لم تجاوز آنذاك الخمسة عشر ربيعا لتتزوج أحد عناصره فيما بعد تصر الدول الأوروبية على رفض عودة مقاتلي داعش وذويهم من جنسيتها القابعين في سجون الأكراد بسوريا وتعد بريطانيا أكثر الدول المتشددة في هذا التوجه الحكومة البريطانية تقول إن قرار سحب الجنسية من شميمة قد تم النظر فيه بعناية يقضي القانون البريطاني بسحب الجنسية عن أي مواطن قد يشكل خطرا على أمن المملكة المتحدة في حال لم يجعلهم ذلك من دون هوية قانونية هذا القرار واضحة لكن يبقى لشميمة بيجام الحق في الاستئناف أمام المحاكم البريطانية ضد قرار وزير الداخلية الأمر ليس قانونيا فحسب بل سياسي أيضا هناك آراء مختلفة بين الأحزاب السياسية ودخلها وسيكون لهذا كله تبعات في الساحة السياسية في حي بيثنالغرين شرقية لندن نشأت شميمة منطقة تقطنها شريحة كبيرة من المجتمع البنغلاديشي الذي انقسم في آرائه حول قضيتها بين مؤيد للقرار ورافد على أساس أنها كانت ضحية بروباجاندا تنظيم التي غسلت عقول مئات الأوروبيين الذين انضموا إليه برأيي يجب أن تعطى فرصة ثانية شميمة كانت قاصرة أنذاك وعمرها كان حساسا جدا وتعرضت لغسيل دماغ لكن من جهة أخرى أتفهم من يطالبون بسحب الجنسية منها فقد أرادت العودة إلى بريطانيا بعد أن انتهى داعش وصارت غير مرغوب في عودتها لكن ذلك لا يعني أنه ليس لديها الحق في الطعن في القرار والوقوف أمام العدل بعد رفض بريطانيا عودة مواطنها من جبهات القتال سابقا ورفض الأكراد بقاءهم في المخيمات الشمالية سوريا تجد شميمة ومثيلاتها من نساء داعش أنفسهن أمام مصير مجهول بعد أن تبددت أحلامهن في تأسيس حياة في كنف الوعود والشعارات التي أطلقها التنظيم والتي توخرت فيما بعد لتحول حياتهن إلى جحيم بدل النعيم الذي حلمنا به نشام ميهوب تلفزيون العربي لندن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا هنا في السيديو الصحفية راني سينغ من واشنطن بشار جرار الكاتب والباحث السياسي وعبر سكايب الدكتور سعيد السالمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيزونسون بفرنسا دكتور السالمي لماذا لا توجد استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم برأيك نار لكم ولمشاهديكم الكرام في الواقع هذه المشكلة تكشف عن صح القول عن معدن الدول عن تصور كل دولة على حداء للعديد من الأمور منها الحقوق المدنية للمهاجرين وللمجنسين ولما بات يعرف منذ الأحداث الماضية الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا وعدد من الدول خلال السنوات الأخيرة بكيفية المشي فوق خيط الرفيع الذي يفصل ما بين الاعتداء على الحريات والانزلاخ إلى الممارسات السلطوية وما بين الحفاظ على أمن الدول إذن الدول الأوروبية لا يسلها نفس تصور لهذه الأمور لهذا تختلف في مقاربتها للموضوع تماما كما اختلفت في مقاربتها لموضوع اللاجئين السوريين كما شاهدنا في مواجهة 2015-2016 يعني أن هناك فارق طبعا ولكن هذا التصور يصب في نفس الاتجاه حتى رأينا أن بعض الدول التي كانت معروفة بتسامحها مع خطاب معين ولو كان متشددا مثل بريطانيا ها هي الآن كما ورد في تقريركم تسن قانونا يجرم أو يسحب الجنسية عن المنتمئين لهذه التنظيمات في الواقع لم تسن بريطانيا قانونا لما استند وزير الداخلية إلى قانون قديم يعود إلى 1981 سيدة سينغ هنا في الاستوديو لماذا فعلا اختارت الحكومة البريطانية أن تجرد المواطنة البريطانية السابقة الآن شميمة بيغوم من جنسيتها لماذا لم تسمح لها بالعودة إلى بريطانيا إنه قرار غريب وأعتقد أنهم في كل الحالتين كان هناك تناقض أيضا في الحقيقة البي بي سي قالت أن بعض الخبراء القانونيين وخبراء في قضايا التجنس قالوا إن هذه الحالة التي تنطبق على هذه الفتاة طالما أنها لديها مواطنون والدين ولدوا في بنجلاديش فإن جنسيتها لا تزال موجودة وهذا يعني أن هناك جنسية مزدوجة لها لكن هذا القرار غريب بعدم السمح بالعودة لها لكن وزير خارجية بنجلاديش قال بالأمس ليلا إن هذه المواطنة ليست أبدا مواطنة بنجالية ولن تمنح أي جنسية وهذا يعيدنا إلى سؤال أيضا لماذا بكل بساطة سيدة سينغ لم تسمح بريطانيا لهذه الفتاة أن تعود وتتم حاكمتها هذا قرار غريب لأن إذا بنجلاديش قامت أيضا بقول هذا فإن ذلك يعني أنها ستوضع الفتاة في وضع لا يوجد لها جنسية أبدا وإذا أصبحت معدومة الجنسية فإنه سوف يؤثر عليها وبالتالي فإنه سوف يوجد حالة أخرى ثالثة فإنها ليست بنجلاديشية وليست بريطانية ويجب اتخاذ قرار هنا سيد بشار جرار في واشنطن هل صار موضوع الجنسية للمجنسين سلاحا يشهر في وجه هؤلاء رئيس دونالد ترامب أوعز إلى وزير خارجيته بتجريد الأمريكية أيضا من جنسياتها المواطنة الأمريكية من جنسياتها هدى مثنى وقال بكل بساطة شطبها بجرة قلم هل هذا صار سلاحا يستخدم ضد هؤلاء بالطبع لا هو التغريدة التي أرسلها الرئيس ترامب كان يخاطف فيها وزير الخارجية أنه لن يتم السماح لها بالعودة إلى الولايات المتحدة وقال وهذا ما أظنه موقف مايك بومبيو ومايك بومبيو خرج إلى وسائل الإعلام وأكد أن حقها أصبح مصادرا واستخدم تعبير فورفيت وهي ليست في جرة قلم أو هكذا بشكل انفعالي أو اعتباطي المسألة في الأساس المواطنة هي علاقة تعاقدية بين الشخص والدولة بين الشخص والمجتمع وهذه حالة نتحدث فيها ليس فقط عن حالة هدى وليست الأولى هي حالات متكررة وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية حتى في ظل إدارة أوباما عندما تم تصفية الإرهابي أنور العولقي حينها قيل كيف نقوم بتصفية مواطن أمريكي هو أصبح في ذلك الحين عدو للدولة وهي أيضا أصبحت عدو للدولة هي ليست مقاتلة سيد بشار جرد هي ليست مقاتلة لم تكن مقاتلة هي مقاتلة لا يا سيدي أبدا هي وصفت بأنها آيسس برايد عروس داعش وهي كانت تنتهج ما سمي بنكاح الجهاد وهذه فتوى مريضة صدرت عن عقلية مريضة عن تنظيم إرهابي عن عصابة إرهابية اختطفت الدين وبررت الدعارة للمقاتلين بأنها زواج هذه شخصية قالت عللا أنها تحرق جواز سفارها قالت عللا ودعت علانية إلى أن يقوم الأمريكيين أبناء وطنها وبلدها التي تريد أن تعود إليه بأن يداهموا بالسيارة المارة في الشوارع إذن لا يستطيع أحد أن يقول ويختزل الأمر إلا أنها طيب فليسمح لها بالعودة فليسمح لها بالعودة ونتم حاكمتها سيد بشار جرار على كل الأحوال المشاهدين لدينا تقرير من واشنطن سأعود إليك بشار لدينا تقرير من واشنطن يستعرض حالة هدى مثنى هذه وأيضا السياق الأمريكي في التعامل معها نتابع الوجه الأمريكي لتركة تنظيم الدولة الإسلامية هدى مثنى الأمريكية اليمنية الأصل تظهر للمرة الأولى لتتحدث مع وسائل الإعلام الأمريكية من سوريا تركت عائلتها لتلتحق بالتنظيم في سوريا قبل أعوام تقول اليوم إنها نادمة وإنها تريد العودة إلى أمريكا مع طفلها ربما أستطيع أن أتحدث ضد التنظيم وأحفو الناس على عدم اتخاذ نفس الطريق الذي اتخذته تقول إن تويتر كان الوسيلة لتجنيدها وقد كان أيضا الوسيلة التي استخدمتها هي بعد ذلك للدفاع عن ممارسات التنظيم والترويج لها على تويتر أيضا غرد ترامب قبل أيام مطالبا حلفاءه الأوروبيين باسترجاع مواطنيهم الذين التحقوا بتنظيم الدولة وأصبحوا الآن في قبضة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا لم يكن هذا مطلبا فقط فقد ألحقه ترامب بالتهديد بإطلاق سراحهم إذا لم تستعدهم بلدانهم كان هذا موقف ترامب قبل أيام لكن عندما ظهرت قضية هدى مثنى تغير موقفه تماما ليصدر أوامره الصريحة بإغلاق أبواب أمريكا أمامها هدى مثنى ليست مواطنة أمريكية بحسب بيان الخارجية الأمريكية ترد عائلتها بإظهار شهادة ميلادها من الواضح تماما أن هدى مثنى وليدت في نيوجرسي وأنها مواطنة أمريكية ومنها الجواز سفر المغلق أن نرى الحكومة الأمريكية الآن وبعد عقود تقول إنها ليست مواطنة مصير هدى وطفلها ليس واضحا لكن الجدل حول الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية لقضيتها سيستمر رافد جبوري التلفزيون العربي واشنطن بشار جرار في واشنطن ألا يناقض الرئيس ترامب نفسه بصورة صارخة يعني قبل أيام يكتب على تويتر تغريدة يهدد فيها الحلفاء الأوروبيين بريطانيا فرنسا وألمانيا إذا لم تستقبلوا ثمانمائة مقاتل من تنظيم الدولة فإننا سنطلقهم واليوم يرفض استقبال أمريكية من تنظيم الدولة أولا من هدد بإطلاق سراحة هؤلاء كانت قوات سوريا الديمقراطية بأنها لن تستطيع أن تتحمل هذا العبء وبالتالي موقف الرئيس الأمريكي هو يقول وهذا متوقعا هو يقول أن هذه المشكلة خلقتها أو ساهمت فيها الدول التي سمحت وغضت الطرف عن تجنيد الدواعش والإرهابيين والمقاتلين باسم دعم الثورات العربية التي اختطفت وتم تحريف مسارها معروف أن الدول الأوروبية كانت تعلم أن عملية تجنيد تتم تحت ناظرها في بلادها ولم تتصرف أي شيء هو يقول هذه المشكلة ساهمتم في خلقها وعليكم تحمل مسؤوليتها أما ما يتعلق في قضية هدى تحديدا هو ينطلق من موقف أنها خارج الأراضي الأمريكية لم تغادر الأراضي الأمريكية بطريقة كانت مشروعة هي حتى خدعت والديها ادعت أنها ستقوم برحلة مدرسية سأسألك بعد قليل إن كانت دوافع هذا القرار ليست إلا عنصرية صارخة بعد قليل دكتور سعيد السالمي لماذا لا تسمح الدول الأوروبية لهؤلاء بأن يعودوا هؤلاء مواطنوها أن يعودوا وتتم محاكمتهم وربما تأهيلهم فيما بعد هل القصة صعبة إلى هذا الحد؟ نعم أعتقد أن الجواب على هذا السؤال يكمن في مصطلح استعملته ضيفتكم الكريمة وهو أن هذا القرار غريب هذا القرار غريب لأنه قرار سياسي بانتياز يعني أنه لا يمكن أن نجرد هذا القرار من السياق الذي تمر منه أوروبا اليوم مع تنامي موجودة اليمين المتطرف وطيارات الشعبوية يعني أن الأمور ليست صعبة لهذه الدرجة والدليل على أن مثلا في فرنسا هناك نوع من الأشخاص تصنيف قانوني أو تصنيف أمني لنوع من الأشخاص يسمى قائمة أس يعني أن هؤلاء خطيرون وقد يقبلوا بين الفينة والأخرى على عمل إرهابي وهذا ويثير النقاش حول هذه النقطة في الكثير من المرات التي اندلعت فيها هجمات إرهابية يعني أن الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الذين تورطوا في هذه الشكل مباشر أو غير مباشر كانوا مصنفين في التقسي وهذا ربما يجعل لدى الدول الأوروبية عذرا أنها لا تريد هؤلاء الذين قد يتحورون إلى خلايا نائمة أو ذئاب منفردة وينفذون هجمات من حق هذه الدول ربما أن تحمي نفسها من حقها أن تحمي نفسها ولكنها تجد نفسها أمام مأزقا كما قلت سلفا ما بين عدم الإنجرار إلى ممارسة السلطات نعم مأزق أخلاقي ومأزق قيمي ومأزق يتعلق بقيم الغرب التي تدعي مثلا فرنسا أنها مهد حقوق لإنسان ولأسباب أمنية تتورطوا في ممارسات مثلا تتعلق بالحقوق المدنية عندما تجرد هذه مسألة الجنسية في فرنسا بخصوص الإرهابيين فجرت حكومة هورانت الرئيس السابق لما انسحبت وزيرة العدل التي هي من أصول إفريقيا ومن مستعمرات فرنسا ذات البشر السمراء يعني أن هذا مشكل أخلاقي مشكل قيمي أنا سأعطيك مثال باختصار شديد نعم باختصار شديد مثال هذا هناك مونير متصدق مونير متصدق هو مغربي من خلية هامبورغ التي فجرت مع محمد عطا ورمزي بن شيبا التي فجرت 11 سبتمبر أطلق صراحه قبل شهر أو شهرين وقبل إطلاق صراحه كتبت صحيفة في افتتاحيات صحيفة بصن هيرل في الولايات المتعب الأمريكية تقول يجب على ألمانيا أن لا تطلق صراحه معنى أن ملب ألمانيا يعني أنها عقوبته يجب أن يطلق صراحه والعودة إلى المغرب لا يجب أن تطلق صراحه وإذا أطلقت صراحه يجب أن يطالبه من المغرب يعني هذا صحيفة طالب من ترامب أن يطالبه من المغرب محاكمته مرة ثانية إذن هذا هو بالضغط الإشكال هذا الإشكال والمأزق أمام الدول الأوروبية سيدة سينك هل تخشون هنا أن يتحول موضوع صحبة الجنسية إلى فعلا تهديد حقيقي يطال الجاليات من غير الأصول البريطانية المهاجرين نعم إنه أمر غريب جدا لأن مثلا هذه الفتاة إذا رادت العودة هنا فإنها سوف تتم محاكمتها بشدة لكن هنا يوجد نوعين من القرارات التي ستتم اتخاذها بشأن هذه الفتاة فمثلا هذه الفتاة التي ولدت هنا لا يوجد لديها جنسية مزدوجة لكن فمثلا بعض الذين لا يوجد لديهم جنسية مزدوجة لا يمكن اتخاذ الجنسية منهم أو سحبها منهم لذا فإن قرار ساجد جافد كان خاطئا خاطئا وهناك إجابات كثيرة أو أسئلة كثيرة على هذا الموضوع هل تعتقدين أن سلوك السبيل القانوني قد يعيد الجنسية لشميمة ومثيلاتها ربما بمن تصحب الجنسية منهم هل هذا مجد؟ إنه سيكون معقدا الأمر سيكون معقدا ونحن نعرف أن هناك قضايا الخروج من الاتحاد الأوروبي وأمور أخرى تحدث وساجد جافد يود أن يتخذ قرارا يدعب موقفه وأيضا يريد أن يظهر أكثر في الإعلام ونلاحظ ذلك لذلك هو استغل هذه القضية ويريد أن يظهر على أجندة الإعلام ويظهر أن الحكومة لا تريد عودتهم ساجد جاويد طبعا وزير الداخلية البريطاني سيد بشار جرار في واشنطن ما رأيك بمن يقول أن كل القصة ليست إلا عنصرية فاقعة يتم من خلالها استهداف هؤلاء المهاجرين من غير الأمريكيين الأصليين إذا صح هذا التعبير القضية أن ترامب يخاطب قاعدته الشعبية عن طريق بذر الكراهية ضد هؤلاء أبدا أنا بداية تساؤلك أنا أنفيه والشق الثاني أنا أؤيده وهنا عجيف الأمر الموقف الأمريكي فيما تعلق في سياسة الرئيس ترامب تحديدا هو أولا لديه مواقف واضحة وحدة جدا فيما تعلق محاربة الإرهاب وبشكل محدد أكثر الإرهاب الإسلامي هو أطلق عليه الإسم بلا مواربة وقال أن هناك إرهابا إسلاميا وعلينا أن نواجهه بالمقابل هو قال وبشكل واضح وبناسبات متعددة حتى قبل وصوله إلى السلطة أن هناك لدينا مشكلة في قضية التجنيس وقضية الهجرة وقضية الحصول على الجنسية فقط من خلال الولادة وقضية الاتقال الجنسية عبر شبكة أقارب منها سام برندينو نذكر قضية الإرهابية التي قدمت إلى البلاد عن طريق خطبة فهو يعلم تماما وتؤيد بطبيعة الحال الإدارة الأمريكية الراهنة تؤيد أن التعامل والمقاربات الأمنية بعيدة عن أي قيود سمها أخلاقية سمها قانونية سمها ما شئت تنظر الأمور بواقعية الإدارة الأمريكية وأصبحت الآن تذكر وقد أقول تعاير حتى أوروبا بأنك كنت تنظر علي بمسميات ولواء حقوق الإنسان ها أنت تكتوين بنار هذا الإرهاب وإطلاق الجنسية فتح باب الجنسية والتجنيس وإطلاقها بلا ضوابط سؤال بصراحة لو كان هدى اسمها كايت أو ساندي أو هيلين هل كان ترامب سيجردها من الجنسية؟ أعتقد الجواب قطعا نعم لأن هناك كثير من الإرهابيين هناك كثير من الإرهابيين بين قوسين البيض هناك كثير من العمال الإرهابية التي قام بها متحولون إلى الإسلام من أديان أخرى وهم من عراق مختلفة من أكثرهم تطرفا ليس بالمناسبة لا السود ولا الشرق أوسطيين من أكثرهم تطرفا كانوا الشرق السويين وتحديدا الهيسبانيكس أيضا حتى محاولات عبور الحدود من الجنوب من المكسيك تم ضبط آيغوريين ومن هنا يتعامل ترامب مع المسألة في غاية الحساسية يقول المسألة إطلاقا لا تتعلق ليس فقط في الأرق ولا حتى في الدين الإسلامي لأن أذر لبريطانيا وأنا عشت في بريطانيا عامين هناك تنظيم اسمه حزب التحرير الإسلامي في بريطانيا لماذا سكتت عنه السلطات الأمنية في بريطانيا وإن كان يدعو إلى إقامة الخلافة كما دعا ودعا تنظيم داعش الإرهابي الفكرة أن تنظيم حزب التحرير لم تستطع الحكومة البريطانية ضبطه في عمليات إرهابية مباشرة لذلك هو يسرح ويمرح كما يقال على الساحة البريطانية وإن كنت أنا شخصيا من الناس الذي أقول أن حزب التحرير الإسلامي لا يختلف عن داعش سوى أن تنظيما يقود مرحليا محاولة لتفجير المجتمع من الداخل والانقلاب عليه ومن هنا أنت تتعامل مع تهديدات حقيقية تعاملت معها السعودية والبحرين وعديد من الدول العربية يعني جيد هل هذه الدول هل هذه الدول مثال يحتذى يا مشار السعودية والبحرين ومصر وسوريا هذه أنظمة ديكتاتورية هذه صارت يحتذى بها من قبل الديمقراطيات الغربية لدي سؤال أخير فقط دكتور سعيد السالمي ما الحل هل يمكن تأهيل هؤلاء بعد عودتهم أم أن المشكلة عميقة تضرب جذريا في الفكر وأنه يجب قيام عملية إصلاح ديني تشمل كل هؤلاء سؤال دقيق أنا سأعطيك هذه ما قدمته في السؤال هي المقاربة الإيديولوجية للظاهرة الإرهابية يعني هل يجب إعادة قراءة النصوص الدينية أو التراث كما يقال في بعض المراجع هذه نعم من جهة ولكن هناك ثلاث أو أربع نقط أخرى مهمة استعرضها بعجالة نعم وفيها رد على الأستاذ بشار من واشنطن هناك المقاربة السوسيولوجية أيضا المقاربة الأنتربولوجية للظاهرة الإرهابية يعني عندما تتعامل مع الظاهرة الإرهابية بهذه السطحية التي تحدث عنها الأستاذ بشار يعني مع شديد الاحترام طبعا أن ترامب يقول الأوروبيين تنظرون لي بحقوق الإنسان ليست أوروبا من تنظر هذه السيرورة هذا تراكم فكري هذا تراكم معريفي هذا تراكم فلسفي هو الذي أفضى إلى هذه القيم إذن المقاربة السوسيولوجية المقاربة السوسيو اقتصادية للظاهرة الإرهابية يعني البطالة والعنصرية كما أشرت إليها إلى كريه هذه المقاربة الأنتربولوجية والمقاربة الجيوسياسية يعني أن الغرب يجب أن يعيد نظر في سياسته الخارجية وفي تدخله في العديد من البلدان يعني إذن السياسية السوسيولوجية الأنتربولوجية وخطاب اليمين المتطرف الاستفزازي في العديد من الدول يعني هذه الأربع نقاط يجب أن تأخذ بعين الاعتبار فضلا عن الجانب الأمني والجانب الإيديولوجي الذي أشرت إليه لمقاربة الظاهرة الإرهابية يعني أن الظاهرة قائمة نظاتها عاد هؤلاء لم يعودوا فإنها وقائدة حوار يستحق ساعات طويلة شكرا جزيلا دكتور سعيد السالمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيزونسون بفرنسا شكرا لبشار جرار الكاتب والبحث السياسي في واشنطن وشكرا ليراني سينغ الصحفية هنا في الاستوديو وشكرا دائم لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا كونوا بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة